تحتضن مملكة البحرين في الفترة من العاشر حتى ثاني عشر من مارس الجاري مؤتمرا ومعرضا دوليا حول داء السكري تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقرة يدف المؤتمر الذي تنظم جمعية السكر البحرينية تزامنا مع مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسها إلى توحيد الجهود للتصدي لداء السكري والحد من انتشاره وتأكيد أهمية تفاهم طبيعة هذا المرض والسعي للسيطرة عليها للسبوع القادم إن شاء الله بيكون هذا المؤتمر والحقيقة هذا المؤتمر ستتشتغل عليه جمعية سكر مع أطباء سكر في الخليج صار للمدة وإن شاء الله بيكون في السبوع القادم وهذا حقيقة من الجهود المتواصلة بالنسبة للجمعية والأطباء المهتمين بالسكر لنشر التوعية ونشر الخبرة بين الأطباء وبين الناس عسى التعامل مع مشكلة كبيرة حيث أن السكر حقيقي في منطقة الخليج يعني يتراوح الإصابة من سبعة عشرين في المئة بين السكان كله وهي نسبة من أعلى نسبة في العالم وطبعا السكر يعني لتأثير كمرض مزمن مستمر يعني في ما يصيد الإنسان فمعرفت لتأثير الحقيقة يعني كبير على الصحة وعلى طبعا متوسط الأعمار على التمتع بالحياة على المشاكل اللي يصيدها من ناحية المضاعفات في القلب في العين في الريل في الكلية كل هذه الأشياء ممكن تكون كمضاعفات للسكر فالحقيقة يعني أول شيء تجنب الإصابة بالسكر بالمحافظة على الوزن والمحافظة على الرياضة هذه من أهم الأشياء اللي يجب أن يعني لها الناس والشيء الثاني هو السيطرة على السكر إذا الواحد يصاب بالسكر بنفس الطريقة أجل المحافظة على الوزن والموارس الرياضة واستعمال أدوية والأكل الأكل المناسب هذه الحقيقة بعد شيء مهم جدا حتى أن الناس تكون يعني تتجنب مضاعفات السكر تتجنب السكر على قدر ممكن وثم تتجنب مضاعفات السكر إذا أصيبت به هذه الحقيقة كلها الرسائل اللي نبي نوصلها حق الناس والحقيقة أن المؤتمر بيكون يعني فيه كثير من الخبراء العالميين وبالنضافة للخبراء المحليين في المنطقة